من إسلام باذ ينضم إلينا الدكتور جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية دكتور جاسم لماذا تغيرت النبرة اليوم في الحديث عن الأزمة بين الهند وباكستان نعم الواقع يوجد هناك تصعيد متعمد من الجانب الباكستاني في البداية الباكستان كانت تصر على أن تشارك الهند باكستان في مباحثات ثنائية تؤدي إلى حل أزمة جمو وكشمير المتنازع عليها ما بين البلدين ولكن مؤخرا أخذت باكستان ترفع شعار أن كشمير ستصبح جزءا من باكستان وهذا تصعيد خطير جدا لأنه يعني أن باكستان أصبحت على ثقة من نفسها بأنها قادرة على مواجهة القوة العسكرية الهندية التي تفوقها كما ونوعا في الأسلحة التقليدية والأسلحة النووية في آن واحد واعتقد أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن باكستان تتعمد التصعيد كي تجبر مجلس الأمن الدولي على التدخل وحث الطرفين على حسم قضية كشمير بموجب قرارات الأمم المتحدة التي تنص على منح الكشميرين خيارين الخيار الأول الانضمام للهند والخيار الثاني الانضمام إلى باكستان وباكستان تعرف جيدا أن التصويت سيكون لصالح الانضمام إليها لماذا في حالة الحديث عن البحث عن حلول سياسية في السابق أو في الأيام الماضية من باكستان لا يوجد رد من الهند وفي حالة أيضا التصعيد اليوم من باكستان أيضا لا يوجد رد من الهند نعم الهند الحقيقة يعني خطة مبيتة يعني لا يعرف باكستان أي أحد في العالم أكثر مما تعرفها الهند والعكس بالعكس البلدان هم يشتركان في التراث وفي التقاليد وفي حتى أسلوب التفكير والتخطيط وأشئون العسكرية والسياسية باكستان لديها اعتقاد بأن الهند ستقوم بعملية علم مزيف تستهدف فيه بمهاجمين انتحاريين أهدافا هندية ثم تنقي اللائمة على باكستان وكي تبرر القيام بعملية عسكرية واسعة ربما ستؤدي إلى دخول القوات الهندية إلى كشمير الحرة أي شطر الباكستاني من كشمير أو الهجوم على أهداف عسكرية في العمق الباكستاني ومن هنا فإنها تعتمد التصعيد وتضع الهند في موقف حرج للغاية والهند ساكتة لأنها لا تريد أن تعطي أي ضوء لباكستان فالواضح أن باكستان تقوم بتصعيد وبحرب إعلامية وحرب نفسية ضد الهند تثير المشاعر المواطنين الباكستانيين وتؤكد لهم أنها مسيطرة على الوضع تماما ولكن لا نعرف ماذا سيكون رد الهند إلا إذا تدخلت الأمم المتحدة فعند إذن ستكون الهند مجبرة على أن تساير التيار السكتير العام للأمم المتحدة أدان الإجراءات الهندية الأخيرة واعتبرها خارقة للقرارات الدولية وأيضا لاتفاقية شملة لعام 1972 الموقعة بين الرئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيسة الوزراء الهندية أندرا غاندي وكذلك يأخذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولذلك فإن باكستان تعول على هذا المحور شكرا دكتور جاسم تقي رئيس معد الباب للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من إسلام أباد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر